الحمد لله الحمد لله رب الأرض والسماوات منزل الآيات البينات والمتفضل بالخيرات ودوام البركات زك النفوس وطهرها بالعبادات والنهي عن المحرمات أحمد رب وأشكره على نعمه السابغات ما علمنا منها وما لم نعلم فلا يحيط بالنعم إلا الله الذي بيده الحسنات والحفظ من الشرور والمهلكات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه السابقين إلى الأعمال الصالحات أما بعد فاتقوا الله ربكم الذي أمدَّكم بجميع النعم وعافى من شاء من النقم فاتقوا خير زاد ليوم المعاد أيها المسلمون اعلموا أن خير الساعات ما فضَّله الله من الساعات وخير الأيام ما فضَّله الله من الأيام وخير الشهور ما فضَّله الله من الشهور وخير الأعمال ما شرعه الله في تلك الساعات والأيام والشهور وقد علَّمنا الله تعالى نحن المسلمين تلك الساعات والأيام والشهور وشرع لنا فيها الأعمال الصالحات وحذَّرنا فيها وفي غيرها من الأعمال السيئات لنجتهد في القربات ولنحفظ صحائفنا من المحرَّمات والمهلِكات فلربنا الحمد والشكر على ذلك فلربنا الحمد والشكر على أن علَّمنا ما ينفعنا وحذَّرنا مما يضرُّنا قال الله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويُزكِّيكم ويعلِّمكم الكتاب والحكمة ويعلِّمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال تعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علَّمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال سبحانه لسيِّد البشر صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلَّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال سبحانه وعُلِّمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم فالفضل مبدأه من الله ومنتهاه إلى الله تعالى قال تعالى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ عَلَى نِعَمِهُ وَإِذَا كَانَ حَالُّ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ يَفْرَحُونَ بِلُّعَاعةِ الدُّنْيَا وَزُخْرُوا فِي مَتَاعِهَا الْحَائِلِ كما بيّن الله تعالى في كتابه بقوله الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وقال تعالى عن هؤلاء الكفار ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وقال عن هؤلاء كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وإذا كان المؤثرون للدنيا على الآخرة إذا كانوا فرحين بدنياهم ناسين للآخرة فليتفكروا في عاد وثمود والأمم الخالية ممن عصوا الرسل عليهم الصلاة والسلام كيف ذهبت الملذات والشهوات وبقيت الحسرات والتبعات والأوزار والسيئات قال سبحانه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وقال عز وجل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك ذلك ما قص الله سبحانه علينا من أنباء الدنيا وأهلها الذين جعلوها قبلتهم ورضوا بها عن الآخرة وفرحوا بزخرفها قال سبحانه إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وإذ قد استبان لكم الفرح الخاسر والسرور البائر وهو الفرح بالدنيا ونسيان الآخرة فتعالوا فتعالوا إلى فرح السعادة وفرح الفلاح وفرح الخيرات وفرح المسرات وهو الفرح الذي دعاكم ربكم إليه بقوله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقد رحمكم الله وقد رحمكم الله بخير الشهور وجمع الله لكم فيه من العبادات والبركات ما لم يجتمع في غيره وضاعف فيه من الأجور ما زاد على الثواب فيما سواه وحفظ المسلمين فيه من الموانع عن الطاعات وصرف الله فيه الشياطين عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن تصدهم عن طرق الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ففي هذا ففي هذا الشهر المبارك ففي هذا الشهر المبارك إحسان الصلاة ونورها وبركتها وفيه الزكاة لمن أراد أن يجعل رمضان زماناً لأدائها ولمن يحب الإحسان فطوبى لمن أداها فطوبى لمن أداها لأهلها وويل لمن خلطها بماله كيف تفسده وتذهب بركته وتكون عذاباً له في قبره على هيئة ثعبان يأخذ بشدقه يفرق فيه سمة وفيه النفقات الواجبة والمستحبة التي تقي صاحبها من النار وتضله يوم يكون المرء في ظل صدقته يوم القيامة وفي هذا الشهر أنواع الذكر المنجيات وفيه كثرة التلاوة للقرآن الذي يرفع الله به الدرجات ويحط به السيئات ويقيم به القلوب على أحسن الصفات وفيه الحج الأصغر العمرة التي هوابها كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو كحجة وفيه أنواع البر والإحسان للمحتاجين وللوالدين والأقرباء وفي الحديث الصدقة تدفع ميتة السوء وتدفع البلاء وفي الصيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الصيام لمن تفكر فيه كل طاعة وترك كل معصية وما استصلحت النفوس وما استصلحت النفوس إلا بالصوم مع الصلاة قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله على نعمائه والثناء عليه بصفاته العليا وأسمائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صدق وإخلاص أدخرها ليوم لقائه وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم أنبيائه اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه وأوليائه أما بعد فاتقوا الله فاتقوا الله ربكم يعظم لكم الأجور ويجركم من عذاب القبور فقد أفلح من اتقى وخاب وخسر من اتبع الهوى قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أيها الناس أيها الناس إن البعيد ما قد مضى وانقضى وإن كان أمسك القريب وإن القريب ما سيأتي فما مضى من أيامك لن يعود وما تستقبله ستلقاه قريبا قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كذحا فملاقيه وقال تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا فإذا كان الأمر فإذا كان الأمر كما ذكر الله فاعمل الصالحات لحياتك الأبدية قبل أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين فاستكثروا فاستكثروا من الحسنات في هذه الأيام فإنها لن تعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراء فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام الموصلين اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وسلِّم تسليماً كثيراً اللهم أرضى عن الصحابة يا جمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعسائل الصحابة يا جمعين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت علم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لموتانا وموت المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموت المسلمين يا رب العالمين اللهم نوِّر عليهم قبورهم وضعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والاكرام أن تثبتنا على دينك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ولا تجعلهم التبسا علينا فنظل يا رب العالمين اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم اللهم إننا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الفائزين اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الفائزين يا رب العالمين اللهم وفقنا والمسلمين لما تحب وترضى اللهم تولى أمر كل مؤمن ومؤمنة وتولى أمر كل مسلم ومسلمة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تهدي قلوبنا وأن تثبت قلوبنا على طاعتك إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن تصلح لنا آخرة التي إليها معادنا وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم أعدنا اللهم أعدنا وأعد ذرياتنا من إبنيس وذريته وشياطينه وأوليائه يا رب العالمين وأعدنا من شياطين الإنس وشياطين الجن يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن لا تكلنا إلى أموسنا طرفة عين وأن تصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين اللهم اكشف عن المسلمين الكربات اللهم اكشف عن المسلمين الكربات اللهم اكشف على المسلمين الشدائد والمحن يا رب العالمين وتب علينا وعلى المسلمين إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين اللهم احفظ بلادنا من كل شر مكروه يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا من شر الأعداء ومن شر الكافرين والمنافقين إنك على كل شيء قدير اللهم إننا سألك أن توفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم عينه على كل خير يا رب العالمين اللهم ارزقه الرأي السديد والعمل الرشيد اللهم وفق ولي عهده رئيس مجلس الوزراء لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير اللهم وفقه لما فيه الخير الإسلامي والمسلمين اللهم وفقه للرأي السديد والعمل الرشيد يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ولاة أمور المسلمين اللهم اجعل ولاة أمور المسلمين رحمةً على رعاياهم يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون